العنصر الثاني الذي ورد في مفهوم المحاسبة كان النظام هذا النظام هو النظام خاص بالمعلومات ذات الطبيعة المحاسبية والذي يسمى بنظام المعلومات المحاسبي Accounting Information System فعلشان نوضح هذا العنوان لدينا به ثلاث كلمات كلمة نظام وكلمة معلومات وكلمة محاسبي نبدأ أولا بالكلام عن النظام فهنجد أن النظام هو مجموعة من العناصر التي تتفاعل مع بعضها طبقا لإسلوب أو طريقة معينة وهذا التفاعل له هدف معين يراد تحقيقه إذن أي مجموعة من العناصر تتفاعل مع بعضها طبقا لطريقة معينة نقول عليها أنها اسمها نظام طالما أن لديها هدف يراد تحقيقه مثل الجامعة فهي تتكون من مجموعة من العناصر مثل التجهيزات المادية مثل أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب يوجد تفاعل بطريقة مرتبة ومنظمة تهدف الجامعة إلى تقديم الخدمات التعليمية في المقام الأول وتخريج طلاب أو خرجين بقى تخريج خرجين قادرين على العمل تبقى لمتطلبات سوق العمل هذا يعتبر مثال على النظام بصفة عامة وتبقى للمفهوم السابق هذا نستطيع القول أن النظام يتكون من أربع عناصر أساسية نحن ذكرنا أن النظام له مجموعة من العناصر هذه العناصر نستطيع أن نقول أنها أربع عناصر رئيسية نجد أن العنصر الأول هو المدخلات هذه المدخلات هي نقطة اتصال هذا النظام بنظام آخر ومنه تدخل بعض الأجزاء أو العناصر من النظم الأخرى يبا لدينا نقطة اتصال تدخل منها بعض العناصر إلى النظام الحالي لو طبقنا هذا الكلام على الجامعة نجد أنها كنظام يدخل إليها الطلاب الذين حصلوا على الثانوية فالثانوية تعتبر نظام آخر إذا دخل الطلاب إلى الجامعة يطلق عليهم مدخلات ثم بعد ذلك لدينا عمليات التشغيل المدخلات طبعا اسمها Inputs لدينا التشغيل Processing هذا التشغيل هي طريقة التفاعل هي الطريقة المرتبة والمنظمة التي تتم بين أجزاء أو عناصر النظام طبقا لطريقة زي ما قلنا مرتبة ومنظمة تؤدي إلى تحقيق الهدف الذي يريد النظام أن يحققه هذه تسمى بالتشغيل ثم إذا تم التشغيل تكون هناك بعض الأجزاء التي تخرج من النظام زي الخرجين اللي هيخرجوا من الجامعة دولا بنقول عليهم المخرجات Outputs وهي أيضا نقطة اتصال ولكن هذه النقطة تخرج منها بعض الأجزاء إلى النظم الأخرى طيب يبقى السؤال إذا في طالب تخرج من الجامعة وأراد أن يعود مرة أخرى إلى الجامعة لاستكمال دراسات عليا فهو دخل إلى النظام مرة أخرى بعدما كان تخرج من النظام هذا يسمى بالتغذية العكسية Orfeedback النظام بتاعنا بالصفة عامة يتكون من أربع أقسام مدخلات ثم تشغيل ثم مخرجات ثم مرة أخرى تغذية عكسية نأتي للجزء الثاني لأن في العنوان لدينا كلمة المعلومات فما هو نظام المعلومات؟ نظام المعلومات يتكون أيضا من العناصر الأربعة ولكن مدخلات هذا النظام تتمثل في ما يسمى بالبيانات ومخرجاته تتمثل في المعلومات أو هو النظام الذي يهدف إلى إنتاج المعلومات إذن ما هي البيانات وما هي المعلومات؟ البيانات في الحقيقة هي تمثل حقائق مجردة ليس لها معنى في حد ذاتها وغير مفيدة بمفردها لمستخدمها أنا إذا نظرت إلى فطورة معينة مثل فطورة المبيعات ولقيت فيها كمية المبيعات ظهر عندي برقم معين وليكن ميت وحدة هذا الرقم يعتبر حقيقة مجردة وليس له معنى في حد ذاته إذا نظرت إلى شيء آخر اسمه سعر الوحدة ليكون مثلا عشر ريال أيضا هذه تمثل حقيقة مجردة ليس لها معنى في حد ذاتها لكن إذا قمنا بإجراء عمليات حسابية أو عمليات رياضية التي نطلق عليها بعمليات التشغيل سوف تتحول البيانات هذه من كونها حقائق مجردة وغير مفيدة بمفردها وغير مفيدة لمستخدمها سوف تتحول إلى معلومات العمليات التي يتم إجراءها على البيانات نستطيع أن نقول أن هذه العمليات تنقسم في الحقيقة إلى نعين أو شيئين رئيسيين أو أساسيين العمليات الحسابية اللي هي كانت الجمع والطرح والضرب والقسمة اللي هي العمات الحسابية العادية ولكن لدينا أيضا نوع آخر من العمليات التي نستطيع أن نقوم بها مثل المقارنات والتي تسمى بالعمليات المنطقية مثل أكبر من أو يساوي أو أقل من أو أكبر من أو يساوي أو أقل من أو يساوي أو ما شابه ذلك إذا قمنا بإجراء هذه العمليات التشغيلية على البيانات نصل إلى المعلومات التي سوف تصبح لها معنى وتصبح ذات فائدة لمستخدمها فإذا تذكرنا أن كان عندنا كمية المشتريات كانت عبارة عن 100 وحدة وكان لدينا سعر الوحدة 10 ريال إذا قمنا بإجراء عملية حسابية وهي عملية الضرب ضربنا الكمية في السعر هتكون النتيجة معنا رقم جديد 1000 ريال عبارة عن قيمة المشتريات هذه قيمة المشتريات بالنسبة لي تمثل معلومة بينما أن كمية المشتريات وسعر الوحدة تمثل بالنسبة لي بيانات إذن نستطيع القول أن نقول أن المعلومات هي ناتج تشغيل على البيانات إذا تم استخدام هذه المعلومات مرة أخرى في إجراء عمليات تشغيل جديدة عليها أنها تتحول أو تصبح كأنها تغذية عكسية لأنها سوف تتحول من معلومات إلى بيانات أتي للعنصر الثالث وهو بقى العنوان بالكامل وهو ما يسمى بنظام المعلومات المحاسبي Accounting Information System أو نظام المعلومات المحاسبية نحن سوف نركز أيضا على بيانات نشغلها ثم نصل منها إلى معلومات ولكن معها التركيز على نوع معين من المعلومات والبيانات وهي التي تقتصر على ما يسمى بالبيانات المالية التي يتم إجراء عملات التشغيل وهنا أصبح التشغيل تشغيل محاسبي وليس التشغيل العادي الجمع والطرح والضرب والقسم ولكن نقوم بتشغيل خاص اسمه تشغيل محاسبي وتكون النتيجة هي معلومات مالية إذن يبقى التساؤل ما هي البيانات المالية البيانات المالية هي تخص العمليات المالية التي حدثت داخل الوحدة الاقتصادية يبقى احنا رجعنا الوحدة احنا قلنا ان احنا هنتناول المنشآت الفردية التجارية أو الخدمية الهادفة إلى تحقيق الربح احنا نتكلم على منشآة يعني هذه الكلمة التي سوف نستخدمها في هذا المقرر هدايها مجموعة من الأنشطة والعمليات التي تقوم بتأديتها اذا كانت العملية يمكن التعبير عنها بشكل نقدي بالعملة زي الريال مثلا هذه العملية تسمى عملية مالية اما اذا كانت عملية لا يمكن التعبير عنها بشكل نقدي فهي ليست عملية مالية على سبيل المثال لما أقول أننا عملت عملية شراء مبلغ ألف ريال هذه تسمى عملية مالية هذه تسمى بعملية مالية بينما إذا قمت أنا بتعيين أوظف فهذه تسمى عملية غير مالية وإحنا لا علاقة لنا بها في المحاسبة إحنا تركزنا بيكون على تجميع بيانات تخص عمليات مالية يمكن التعبير عنها بشكل نقدي أو باستخدام العملة التشغيل المحاسبي هو إحنا هنقوم بإجراءه على البيانات المالية وده طبعاً هيكون موضوعنا في هذا المقرر بالكامل وسوف نوضحه تفصيلاً فيما بعد إذا تم هذا التشغيل المحاسبي تبقى لمجموعة من الخطوات والإجراءات سوف نصل إلى ما يسمى بالمعلومات المالية وهي أيضاً معلومات تكون في شكل عملة يعني يجب أن يكون بجوارها كلمة العملة اللي هي الريال إحنا لدينا بيانات تخص عمليات مالية نقوم بإجراء التشغيل عليها لكي نصل إلى معلومات هذا التشغيل يسمى بالتشغيل المحاسبي أو أكاونتينج بروسسنج نصل إلى فينانشال انفورميشن لدينا البيانات فينانشال ديتا تشغيل المحاسبي أكاونتينج بروسسنج المعلومات المالية فينانشال انفورميشن طيب طبقاً لما سبق نستطيع القول بقى أن نظام المعلومات المحاسبي سوف يأخذ الشكل التالي لدينا بيانات مالية نقوم بإجراء التشغيل المحاسبي عليها ثم تتحول نتيجة هذا التشغيل إلى ما يسمى بالمعلومات المالية إذا تم استخدام هذه المعلومات مرة أخرى لإجراء تشغيل إضافي عليها هذا يسمى بالتغذية العكسية نستطيع القول أن البيانات تمثل إيه بالنسبة لنا تمثل المدخلات ثم التشغيل المحاسبي يمثل العنصر الثاني وهو التشغيل من النظام ثم أخيراً المخرجات يبقى نستطيع أن نقول أن الجزء الأعلى ده يمثل العناصر الرئيسة أو الأساسية للنظام أما هذا فهو نظام المعلومات المحاسبي وهذا يمثل الشكل الخاص بنظام المعلومات المحاسبي ترجمة نانسي قنقر